أنا عاوز أدي الرد بس يعني لو أخذ الناحية التانية وأقول رد الكثير منهم وأنهم يتميزوا في الهندسة وفي الطب يعني لهم علمائهم وأنه إحنا عندنا نظريات وإحنا نعمل حاجات كثير وهتشوفه هذا السؤال ده هل ده يمشي مع الفترة القادمة وهل حضرتك عارف إيه إذ يعني حضرتك ممكن توضح لنا إيه ممكن تكون النظريات الأساسية وفتستخدم في المستقبل لأنه خصوصا لأنه مثلا في أحد الرموز الوصولية قال والله أنه لا هنغار السياحة بشكل معين هنجيب من دول تانية هنقفل مش عارف النواة دي بشكل إزاي فده يتم عمله إزاي في إطارة سياق دولتنا القادمة نعم نعم أنا طبعا مهتم بالشق الإقصاد إحنا في وضع فعلا سيء للغاية ومترد للغاية في الجانب الإقصادي أنا عايز بقى إزاي كيف يتم إنقاذ الإقصاد المصري إذا كان الطيار الديني هو اللي هيقود في الفترة اللي جاية بذليل أنه يعني النسب بتقول والله أنه في حدود الطيار اللي هو الحرية والعدالة والنور حصلوا على تقريبا 60% في المرحلة الأولى ولو أنه طبعا لسه فيه عندنا مرحلة تانية مضبوط وفيه الإعادة للمرحلة الأولى وعندنا المرحلة التانية بإعادتها وعندنا المرحلة التالتة فإذا كان فيه شوايب معينة قدت إلى زيادة هذه النسبة ممكن في هذه الحالة أن النسب تبقى فيه تصوري على أي أحوال أنه الطيار اللي هو الديني سوف يكون له دور في البرلمان القادم دور بارس في البرلمان القادم وهو لازم تعرف أنه هو هيشرع هل بالتشريعات اللي هتتم في البرلمان القادم اللي بيهيمن عليه الطيار الديني سواء بشقايه اللي هو المعتدل والأصولي هل يستطيع أنه يخرج بنا من الاقتصاد الاقتصاد في هذه الحالة عايز قدر من الحكمة في التعامل أما مسالة التجربة والخطأ ما أحنا اللي احنا تعبنا في الفترة الستين سنة اللي فاتت أنه العسكريين ما احترامنا الشديد ليهم هم اللي قادوا مصر من سنة 52 حتى الآن حتى هذه اللحظة إدارة البلاد لها فن يعني إدارة البلاد لها ناس متخصصين في إدارة شؤون البلاد أما الدفاع فله رجال العسكريين وهم بارعين في هذه المهنة اللي هو زي ما بنقول خيره أجناد الأرض في مصر فبالتالي الجيش بتاعنا بارع في مهمة الدفاع عن حدود البلد لكن في إدارة شؤون البلاد دي قضية تانية خالف تحتاج إلى مدنيين فاحنا دلوقتي مع نصف 2012 وإنه المجلس الأعلى لقوات مسلحة ونحن نسق فيه ثقة كاملة بإنه فعلاً هينقل السلطة إلى سلطة مدنية في نصف 2012 يبقى احنا في هذه الحالة هندقل 2012 منتصف بحكم مدني يدير البلاد في الحكم المدني بالذات فيه قدر من المرونة والحركة لكن قد يعيق هذا أنه الطيار الديني لسه بنظام زي ما أنت بتقول هيجرب أو هيشوف من ناحية نظرته للمرأة نظرته للسياحة نظرته للبنوك إلى آخره وعندنا ما يمكننا من إحنا ندير هذه القطاعات بطريقة فيها تتواقع مع الشريعة الإسلامية وإحنا لسه هنجرب طيب يا ريت كان قال لي وهو قبل الانتخابات إيه البرنامج بتاعه عشان أقول والله البرنامج ده هيقدر هيعملها بطريقته إزاي وتتوافق مع الشريعة الإسلامية إزاي ويخرج بنا ببر الأمان أنا كنت نفسي أشوف البرنامج ده عشان أقول هينفع وهيقدر ولا مش هيقدر المسألة مش قضية تجربة وخطأ هنجرب تاني بنظام يعني مثلا الحكم العسكري أو مثلا العسكريين لما كانوا بيحكموا مصر من اتنين وخمسين حتى هذه اللحظة يعني الستين سنة كان شغالين بنظام التجربة والخطأ نجرب دي ما نفعتش نجرب التانية ما نفعتش نجرب التالتة وإحنا وضعينا زي ما أنتم شايفين وضعينا الاقتصادي عامل إزاي في الستين سنة اللي فات دول تانية سبقتنا دول ما كناش نقول عليها أن ممكن تسبق مصر احنا مش في نسبق يا فاندي دولة احنا هننتحمل ولا لأ اللي هو نظام برضو تاني تجربة والخطأ مع البرلمان الجديد اللي بيهيمن عليه الطيار الديني كان بصراحة هي فترة واضحة جدا وفترة مهمة جدا نقول لنا هم ناويين يعملوها ازاي سواء من خلال الميديا سواء كان الجرائد أو الصح اي مين أو الفضائيات بتاعتنا إلى آخره أو خلافه يقولوا لشعب أو ينزلوا حتى يعني منشورات يقولوا لنا هيعملوا ايه بالزبط حتى ان احنا نقدر احنا قلناه كتير جدا الكلام دول حد الوقتي لسه ما حفيش حاجة تفعلة بشكل مهني انا مش الاقتصادي فابدعي ان انا بفهم الاقتصاد انا انا يعني قلق ليه لانه الوضع الاقتصادي فعلا محتاج انقاذ هل الطيار الديني يستطيع انقاذ مصر طبعا بالتعاون مع مين الطيارات الاخرى اللي هي الليبرالية او اللي هي ذات التوجه الحر في هذه الحالة بمعنى اخر انه برضو الطيار الليبرالي معناه ان هو بيعرف ربنا برضو وبيلتزم بالحدود اللي ربنا وضحها لكن عنده مساحة للحركة ومساحة كبيرة في الحركة واستطيع ان يحاور ويداور من اجل الوصول الى بر الامان لكن هنا عندنا الطيار دين ملتزم باشياء معينة ايه كان فيه حتى اسئلة حتى جوانا كتير جدا ان هو ازاي هيطبق مثلا الشريعة ازاي هيبقى موقفه السياسي شكله عامل ازاي هيخلط ما بين الديني والمدني واللأ فيه يعني الشبان ازاي حضراتكم برضو عاوزين يعرفوا يا طرق تتعامل ازاي انا كاقتصادي في السن بتاعي عاوز برضو الآن على الاقتصاد بتاعنا لانه الوضع مش مستحمل تجربة وخطأ في هذه الحالة وعلشان كده اقول انا عيني على الوزارة الجديدة على المجموعة الاقتصادية انا احنا كلنا كاقتصادين نعرف بعض نفسي اعرف بقى دكتور بنزور يناوي جيب مين يبقى مجموعة اقتصادية متألفة ومتنغمة ده مهم جدا ووزير الداخل والناحية التانية ووزير الداخلية اللي جاي ده مين لو في سن 55 سنة ل60 سنة يبقى حاجة رائعة لانه هيقدر يتواصل مع الشباب بتاعنا ويفهم اتلافات الصورة عاوزة ايه بالزبط لكن فوق 65 سنة و70 سنة ما هي مفعشي ولذلك بقول عيني على المجموعة الاقتصادية وعين تانية على وزير الداخلية اللي جاي لان وزير الداخلية معناها ملف امني المجموعة الاقتصادية هتبقى معناها ملف الاقتصادي اما الملف السياسي هوا شغالين فيه المرحلة الاولى في الانتخابات الحمد لله تمت المرحلة التانية هتتم ان شاء الله بنجاح والمرحلة التالية هتتم بنجاح دكتور فخري فيه تصريح جاي على لسان رئيس الوزراء كمال الجنزوري دكتور كمال الجنزوري بيقول ان هو يفضل الاقتراض من البنك الدولي اكثر من الاقتراض من الصندوق الدولي اه نعم ايه الفرق بين الاثنين وايه شروط اللي يجب توفرها في البنك الدولي هو شوفي الدكتور الجنزوري فاهم مسألة الايه فاهم مسألة الحتة دي بالذات اللي هي يقترم من المؤسسة الدولية اي من المؤسسة الدولية التوأم المعروف في المؤسسة الدولية هم توأمين اللي هو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللي تم انشاؤه في سنة 45 واحنا من ضمن الدول 33 دولة من اوائل الدول اللي انشأت ساهمت في انشاء الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولنا فلوس وحصص في هذه فمش غريب يعني مش عيب ان احنا نلجأ لهذه المؤسسات اللي احنا عملناها لانه سمعة الصندوق والصورة بتاعت الصندوق والصندوق النائد الدولي والبنك الدولي في الدول النامية خاصة مصر بالذات بناجه ان هي صورة سلبية بانه وكيل الدائنين انه هو ده اللي جاي عشان يعني يبيع البلد هو لا لا مش كده احنا عاوزين نقول ولذلك الدكتور الجنزوري فاهم فبقول في هذه الحالة انه هو ياخد من الصندوق النائد الدولي يعني اتفقنا الحمد لله اخيرا على ان احنا هنلجأ للاقتراض من المؤسسات الدولية قضية بقى نلجأ نقترد من البنك الدولي اللي هو التوأم بتاع صندوق النائد الدولي ولا الصندوق الاول بدل البنك الدولي انا في تصوري انه يستطيع انه هو بعلاقاته لانه له علاقات شديدة جدا بصندوق النائد الدولي والبنك الدولي انا في تصوري هيصطدم بعقبة العقبة هي ايه انه لو لجأ للبنك الدولي دون الصندوق هنجد البنك الدولي سوف يطالب بأنه لابد من شهادة صلاحية من الصندوق النقد الدولي بأنه الإقصاد المصري بخير الإقصاد المصري يستطيع أن يفي بالتزاماته المالية العالمية بسهولة ويوصح يبقى إذن هيلجأ في نهاية الأمر للبنك الدولي هيطلب الدكتور الجنزوري أنه والله يحتاجين شهادة صلاحية من الصندوق المعني بهذه القضية أنه على الأقل يطمننا عشان البنك الدولي يدينا الحروض اللي يتمنى نسميها cross-conditionality cross-conditionality بمعنى أنه الصندوق يقول ويددي صلاحية مش لازم يدينا فلوس الصندوق عشان البنك الدولي يقدر يساعد فيها دكتور سؤالنا الأخير عن الحلول المقترحة في الفترة القادمة بصرف النظر بقى يعني مين اللي هيجي في البرلمان مين اللي هيجي في الحكم إحنا محتاجين حلول علشان نخرج من اللي إحنا فيه والحلول فيه كلام كتير جدا عليها يمكن آخر خبر وصل لنا قبل ما تخش دلوقتي أنه قلات السويس رفعت الرسوم عبور السفن 3% فده جزء من الدخل لمصر لكن فيه مشاريع تانية كثيرة مقترحة بنظام البيوتي والبيبي هل إحنا نتجه للإقتراض ولا ممكن نتجه للمشاريع اللي بالشكل ده البيوتي أو البيبي وهل فيه عقبات ممكن تواجهنا في الفترة اللي جاية عقبات سياسية مع الشعب أو مع جموع الشعب لو فكرنا نعمل مشاريع بالشكل ده نحن نجيب مستثمرين بمعنى أصح يعملوا مشاريع ويفضلوا يتملكوها لغاية فترة معاناة من الزمان وبعد كده يمشوا فهل ده ممكن يبقى فيه اتهامات بالفساد أو عدم الثقة في جدوة هذه المشاريع شوف أنا عاوز أقول لك حاجة لازم ندي إشارات إيجابية للمراقبين المراقبين اللي هم مين؟ المستثمر سواء المصري أو الأجنبي كل واقف بيترقب مصر هتعمل إيه طبعا الإشارات الإيجابية هتيجي من الملف الأمني لو الأمور الأمنية استقرت ونتمنى الأمور الأمنية والملف الأمني يبقى فيه نوع من الاستقرار ده يدي إشارة إيجابية للمراقبين من المستثمرين ورجال العمال الأجانب إن هم يبدأوا يعيدوا التفكير مرة تانية إنه يأتوا لمصر ويستثمروا داخل مصر الحاجة التانية الملف السياسي إنه الملف السياسي النهاردة لقوا الانتخابات المرحلة التانية والتالتة والشورى انتهت بسلام وفي استقرار امن في هذه الحالة بتدي اشارة ايجابية جميلة جدا ان هيبه في برلمان منتخب انتخاب حر وبالتالي بيدي اشارة وبيؤكد للمراقمين من رجال اعمال اللي هم معهم فلوس سواء كانوا اجانب او مصنين هيبدأوا يطلعوا فلوسهم ويعيدوا التفكير نيجي مصر بتقرب المسافة ان هم ييجوا لمصر عشان يستثمروا الحاجة التانية انه هنجد انه رفع مسلا انت عاوز تقول مسلا هل رفع رسوم قانا سويس ممكن يؤدي في النهاية الى انهم يعني لو غالينا في رفع الرسوم ممكن تؤدي الى انه بعض الشحنات تتم من خلال رأس الرجاء الصالح لكن اعتقد ان هي اكيد حزبنها كويس اكيد حزبنها كويس في الهيئة العملة لقان سويس بحيث ان هي فعلا لن تؤثر على حركة عدد الناقلات والشحنات التي تمر من خلال القان سويس وديد ممكن تزود ارادات قان سويس الا اللي يهمني واللي مخليني الان جدا هو الاحتياط من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي اللي انقفض من 36 مليار في اول يناير او نهاية ديسمبر 2010 وبداية يناير 2011 كان عندنا 36 مليار دول بيبوا سند عشان نسند بي عشان بيدي اولا صورة ان مصر قوية وان الجنيه المصري مساعر صفه ما يتأثرش وينخفض بالنسبة للدولار انا خدنا نفند منهم حوالي 14 مليار وللوقتي اعلى نعم انا خدنا منهم 16 ليه داتي اقل سعر المصروضة هيعلن عنهم اتنين معنى اخر انه حد اخر سبتمبر شلنا يعني سحبنا 14 بقي معانا من ال14 من 36 بقى معانا 22 لكن لما تحسب شهر اكتوبر هو كمان فيه 2 مليار يبدأ دخلنا في 20 فده كلها مؤشرات سلبية ويهمنا طبعا بالاضافة الى ان وكالات التصنيف الاقتماني المفروض النهاردة لما تتحسم الاوضاع في مصر استقرار امني وسياسي تبدأ وكالات التصنيف الاقتماني زي وكالة موديز العالمية وستاندر انبورز النهاردة تبدأ تعيد النظر فيه بدلا ما تخفض تصنيف اقتماني اخر او تالت بعد التصنيفين اللي فاته بتبدأ تعيد النظر فيه على الاقل تقول ان الاوضاع المستقبلية المصرية مستقرة تعرف لو قالت ان الاوضاع المستقبلية المصرية مستقرة تبدأ فيه هزي الحالة كل دي بتسمع بتدي اشارات ايجابية للمستثمرين سواء اللي جوة مصر او اللي برا مصر انه سوف نأتي لمصر لانه الاوضاع سوف تستقر في مصر حياة كان عندنا اسئلة كتير جدا ومعاني كتير جدا كنا عايزين نتعرف عليها من حضرتك ولكن الفقرة خلصت وبنتمنى كل التوفيق والانتعاش ايضا للاقتصاد المصري الفترة المقبلة بشكرك جدا دكتور فخري مشاهدينا كان معاني دكتور فخري الفئي هو خبير الاقتصادي بالامم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لسندوق النقد الدولي بشكرك جدا سابقا بنشكرك جدا يا فندم ودي كانت حلقتنا مشاهدينا دي نهاية حلقتنا النهار ده من نارك سعيد بكرة نكون معاكم على الهواء من 9-11 السبح نشوفكم بكرة مع فريق عمل جديد نهاركم سعيد